الانقلاب الكبير في تاريخ المغول اشهر محطتين في الانقلاب ده بدأ باسلام باركا خان ثم المواجهة النارية بين باركا خان وابن عمو واللي يبقى احد اشهر السفاحين في التاريخ وهو هولاكو خان واللي عرفت تاريخيا بالحرب الاهلية المغولية اللي كانت بين احفاد جينكيس خان قصة النهاردة مختلفة عن اي قصة تانية تناولناها في سلسلة المغول حتى الان لان كل القصص والاحداث اللي فاتت كان المغول طرف والمسلمين هم الطرف الاخر وغالبا مكانهم الطرف الاضعف لكن دي هتكون اول مرة يكون الطرفين من المغول ومش من المغول وبس دول ولاد عم ومش اي ولاد عم دول احفاد جينكيس خان بس واحد فيهم بيحارب المسلمين والتاني بيدفع عنهم لدرجة ان ابن كسير قال عن باركا خان من اكبر حسناته كسريه لهلاكو وتفريق جنوده وكان يناصح الملك الظاهر بيبرس ويكرم رسوله اليه بس باركا خان اسلم حوالي سنة 650 هجريا وتولى الحكم بعدها باربع سنين وكل ده كان قبل اكتياح المغول لبغداد بسنوات قليلة اول بس ايه اللي حصل في الفترة دي من وقت اسلامه حتى سقوط بغداد و ايه اللي منع باركا خان من الهجوم على هلاكو خلال الفترة دي على الرغم من اسلامه و ايه اللي خلاه يهجمه فيما بعد امور كتير غمضة وما نعرفش كتير من تفاصيلها وعشان تعرف تفاصيل اللي حصل خلينا احكي لك الحكاية من الاول بس قبل ما ندخل مع بعض في الموضوع ازاي تبقى من عشاء التاريخ ولسه لحد دلوقتي مش مشترك معنا في القناة انزل اشترك بسرعة وفعل جرس الاشعارات عشان تتابع معنا كل جديد وتقدر دلوقتي تدعمنا في نشر التاريخ الصحيح والرد على شبهات تاريخ الاسلامي على وجه الخصوص من خلال انساب للقناة اوتر المثبتة في اول تعليق وانزل بسرعة ضمر زر اللايك وانت رجعك على العلاء وازك تجبر رأتك وقلمك وتركز معاي في اللي جاي انا عماد الدين وانت دلوقتي على ارض التاريخ تاريخستان بداية الانقلاب الكبير بركة خان كان شخصية فزة واسلامه كان محطة فارقة جدا في تاريخ الفترة دي لان اسلامه كان يعتبر بداية الانقلاب الكبير اللي حصل في تاريخ المغول ومهم جدا بالنسبة لي انك تكمل الفيديو دا للاخر وتشوف فيديو الحرب الاهلية المغولية على وجه الخصوص بعد ما تخلص الفيديو دا مباشرة وده استعد للفيديوهات الجاية لانها مرتبطة بفيديو النهاردة بركة خان اسلم قبل ما يتولى خانية مغول القبيلة الزهبية بخمس سنين تقريبا حوالي سنة 650 هجريا في حياة اخوه باتو خان ووقتها كان الخان الاعظم للمغول هو ابن عمه مونكو خان واللي كان لسه يعتبر في بداية صعوده للحكم والكلام دا كان قبل اجتياحه لكو لبغداد بما يقارب سبع سنين ولما توفي باتو خان وجلس مكانه بركة خان نتيجة الاسلام بدأت القبيلة الزهبية تدريجيا تاخد شكلها ووضعها كدولة اسلامية اكتر من كونها دولة مغولية وعشان يرسخ بركة خان الفكرة دي قام ببناء عاصمة جديدة غير العاصمة القديمة اللي كان متخزها باتو خان مركز لحكمه واللي كان اسمها سراي واللي عرفت فيما بعد بسراي القديمة فبركة خان بنى عاصمة جديدة له واللي سميت باسم سراي الجديدة وبعد فترة عرفت باسم سراي بركة مش كده وبس دا بركة خان سعى بشكل واضح جدا في نشر الاسلام والدفاع عنه كمان لدرجة انه داخل في سراع مع اسرته المغولية وخاصة ابن عمه هلاكو اللي كان بيحكم الدولة الالخانية بركة خان اسناء الاجتياح المغولي للبلاد الاسلامية تربع منكو خان على عرش الامبراطورية المغولية سنة 649 هجريا وبعدها بسنة اسلم بركة خان والكلام دا كان في حدود سنة 650 هجريا وبعدها بفترة وجيزة منكو خان كلف اخوه هلاكو بقيادة حملة كبرى لاجتياح البلاد الاسلامية في ايران والعراق والشام وصولا لمصر واللي خرج في حملة حوالي سنة 651 هجريا يعني بعد اسلام بركة خان بسنة واحدة بس وكان امام هلاكو تلت اهداف او تلت تحديات رئيسية اولها هو القضاء على طائفة الحشاشين في ايران واللي ما يعرفش منكم مين هم طائفة الحشاشين فانت فايدة كثير دي يا صديق العزيز كانت تبقى اخطر طائفة اغتيالات تعرفها التاريخ وهتلاقي في وصف الفيديو رابط لسلسلة من الفيديوهات اللي اتكلمت فيها عنهم من البداية للنهاية والقضاء عليهم كان فعلا يعتبر تحدي كبير والموضوع ما كانش سهل خالص على الرغم انهم ما كانوش في افضل احوالهم في الوقت ده لانهم كانوا بيتمركزوا في قلاع صعبة الاقتحام واللي وصل عددها لخمسين قلعة اشهرهم طبعا قلعة الاموت اللي كانت تعتبر المركز الرئيسي لهم وتم بالفعل القضاء عليهم سنة 654 هجريا طيب ده كده كان التحدي الاولاني لهولاكو وما لا ايه كان الهدف التاني الهدف التاني كان اسهل وهو اخضاع او القضاء على الخلافة العباسية في بغداد وما حولها من مناطق وده تم بالفعل سنة 656 هجريا باجتياح بغداد وقتل اخر خلفاء الدولة العباسية فيها وهو المستعصم بالله ضحية زي ما كتير من الناس بتتصور بل انه كان احد الاسباب المهمة للاجتياح ده بضعفه وغفلته بالاضافة طبعا للخيانة الكبرى من مؤيد الدين ابن العلقمي اللي تعاون مع المغول لاسقاط الخلافة العباسية وخدع الخليفة وخليها استسلم لكنه بعد ما استسلم لهولاكو ازلوا وقتلوا بطريقة مهينة جدا بانه لف الخليفة في سجادة وامر جنوده بالمشي عليه بالخيول لغاية ما مات واستباحوا المدينة لمدة 40 يوم 40 يوم عاشتها مدينة بغداد من الضمار والهلاك اما الهدف الثالث كان السيطرة على باقي المناطق من العراق وصولها لمصر وده تم جزء كبير منه لغاية ما توقفت التوسعة المغولية في البلد الاسلامية بالمواجهة الحاسمة في احد اشهر المعارك في التاريخ وهي معركة عين جلوت سنة 658 هجريا واللي اتكلمنا عنها بكل تفاصيلها في فيديو سابق هي وكل الاحداث اللي قبلها واعد هلاكو للحملة دي الاف المنجنقات وعدد من السفن ده غير كتير من المؤن والامدادات الهائلة بجيش يعتبر من اكبر الجيوش المغولية ان لم يكن الاكبر لو استبعدنا الجيوش اللي راح اتجاه الصين وانضم الجيش هلاكو جيوش من جورجيا والارمن والمسلمين اللي دخلوا في طاعة هلاكو زي بدر الدين لقلق صاحب الموصل وغيره فالوضع كان كارثي بالمعنى الحرفي للكلمة لكن السؤال المهم هنا ايه كان دور بركة خان وكل الاحداث المهولة دي بتحصل واللي كان زعيمها هو هلاكو خان ابن عمه في حين ان بركة خان وقتها كان مسلم في الوقت اللي خرجت فيه حملة هلاكو كان لسه عايش الخان الاعظم منكو خان واللي كان يبقى اخو هلاكو وابن عم بركة خان وكمان اللي كان متولي امر خانية القابلة الزهبية هو باتو خان اخو بركة خان واللي كان السبب الرئيسي في تولي منكو خان عرش الامبراطورية المغولية وكان بركة خان وقتها يعتبر مش في ايده اي سلطة عشان يوقف الحملة دي واللي خرجت باوامر من الخان الاعظم منكو خان لكن الوحيد في دولة المغول كلها اللي كان يقدر يوقف الحملة دي هو اخو بركة خان وهو باتو خان وده لتلات اسباب السبب الاول انه زي ما قلتلك في فيديو سابق باتو خان كان السبب الرئيسي في تولي مونكو خان عرش الامبراطورية المغولية اما السبب التاني انه كان يبقى اكبر احفاد جنكيس خان اما السبب التالت بقى وهو انه مش بس كان اكبرهم بل اكترهم نفوزا وعظما فلما بلغ بارك خان خبر خروج الحملة دي ارسل لخو باتو خان يطلب منه تدخل عند الخان الاعظم مونكو خان عشان يوقف الحملة دي وبالفعل استجاب مونكو خان لطلب باتو خان وكتب الى هولاكو اللي كان وقتها عبر نهر جيحون يؤمر بوقف الحملة وبناء على اوامر مونكو خان عسكر هولاكو بجيشه في المنطقة دي وتوقفت الحملة لمدة سنتين لغاية ما توفي باتو خان فرسل هولاكو اخوه مونكو خان يستأزنوا في استكمال الحملة والكلام ده كان سنة 653 هجريا واللي نتج عنها كل الاحداث البشعة اللي انبيه هولاكو في حق المسلمين واللي ذكرتها لكم بالتفصيل في الحلقات اللي فاتت وفي خلال سنتين بس اكتح هولاكو مناطق كتيرة جدا من ايران والعلاق والشام وده اثر في باركة خان جدا ومش باركة خان لوحده ولكن كل المسلمين ولكن موضوعنا النهاردة عن باركة خان باركة خان اللي ما كانش قادر ياخد رد فعل قوي لوجود تحديات كبرى امامه تخلي ما يقدرش يبدأ بصدام مباشر مع هولاكو خان في الوقت ده تحديات وجهة باركة خان منعته من حرب هولاكو قبل وفاة الخان الاعظم مونكو خان ومعركة عين جلوت كان يعتبر الصدام مع هولاكو شبه مستحيل وكان امام باركة خان تحديات كبيرة جدا اولا لان الامبراطورية المغولية وقتها كانت ما تزال امبراطورية موحدة تحت حكم الخان الاعظم مونكو خان فمناء عليه لو حصل وقام باركة خان بمهاجمة هولاكو اللي يبقى اخه مونكو خان كان طبيعي جدا ان مونكو خان وقتها لو حصل صدام زي ده انه هيرسل جيش جرار لمسندة هولاكو اللي اصلا كان معاجش ضخم جدا وسانيا كان العالم الاسلامي كله وقتها في اسوأ حالته فباركة خان مش هيلقي اي مسندة او اي دعم او حتى على الاقل وجود قوة اخرى تشت التركيز هولاكو جيشه لان حتى الصلوبيين تعاونوا مع هولاكو لانهم اعتبروه داعمليهم في حربهم مع المسلمين وحالف قوي جدا كمان اما تالت سبب اه بركة خان كان مسلم لكن زي ما قلتلك معظم جيشه كان مازال على الوسانية وولاهم في المقامم الاول للمغول فالدفع الديني بالنسبة لهم غير مقنع بالمرة فممكن لو امرهم بمحاربة هولاكو بسبب الدافع الديني فقط ده يجعل بعض القاضة ينقلبوا عليه لعدم وجود مصلحة لهم في حرب زي دي سواء بملك او نفوذ او حتى سبب مقنع فكان لازم عمل خطة تدريجية يشتغل فيها بركة خان من جهة على نشر الاسلام بين جنوده ومن جهة تانية محاولة ايجاد او اختلاق اسباب اخرى بالاضافة للسبب الديني ده بحيث انها تكون مقنعة لهم اكتر وده اللي ذكروا بالمناسبة عدد من المؤرخين منهم شمس الديني الزهبي وغيره وبالفعل بدأ بركة خان بنشر الاسلام في دولته وبين جنوده وحاشيته واسلامت زوجته وبنى كتير من المساجد واستقطب كتير من العلماء والمشايخ من كفة العالم الاسلامي فاصبحت دولة مغول القبيلة الزهبية بالتدريج دولة اسلامية اكتر من كونها دولة مغولية واسناء ما بركة خان بيهيأ دولته للخطوة دي يحصل حدث يشأل بكل الموازين وهو وفاة الخان الاعظم منكو خان سنة 657 هجريا والكلام ده كان قبل معركة عين جلود بفترة ويزة جدا فحصل وقتها 3 احداث مهمة جدا هيقت الامور لبركة خان وعجلت بالحرب اولها كان رجوع هولاكو من الشام بجزء كبير من جيشه نتيجة لوفاة الخان الاعظم منكو خان وترك جيش يقدر عدده ما بين 10-20 الف جندي بقيادة كيتو بوقة او كاتوب غانويان وامروا بإتمام المهمة بالسيطرة على دمشق واخضاع مصر اليه وقبل ما يمشي هولاكو ارسل رسالة تهديد ووعيد لسلطان مصر وقتها واللي كان يبقى سيف الدين قطوز وكان رد قطوز حاسم واضح في مواجهة المغول وعدم الاستسلام ليهم وقت الرسل المغول عشان ما يبقاش فيه اي فرصة للتراجع وعلق رؤوسهم على ابواب القاهرة وبدأ في استعداداته من اول يوم لمعركة خلدت اسمه في التاريخ وهي معركة عين جلود ايها الرجال هذه اللحظة حق وسط حانت ساعة الختال نحن لا ندافع عن عرضنا وديارنا في حسب بل ندافع عن كلمة الله في وجه عدو الغاشم فصابروا ورعبته حتى يتحقق النص نحن في دار الإسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وتم قتل حوالي نص جيش المغول ولد بقى منهم وهرب تتبعوا بيبرس وأصر كتبغى قائد جيش المغول اللي قال له قوتوس أيها الجبان الذي أسال دماء الأبرياء ونزع الحياة من صدور الشجعان فرد عليك تبغى وقال إن كنت انتصرت الآن فإن المغول ستأتيك كالبحر الهائج وتصحقه فأمر قوتوس بقاطع رأبته هو جميع قادة المغول اللي تم أسرهم وده كان يبقى الحدث الثاني المهم في الفترة دي واللي كان له أثر نفسي واستراتيجي كبير جدا مش بس على مصر والشام بل على العالم كله والقوى المحيطة لأن النصر ده كان بمثابة مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق اللي هو إيه ده؟ هو في حد يقدر يقف قصاد المغول لا وينتصر عليهم كمان وخد بالك إحنا بنتكلم عن دولة الممليك اللي وقتها كان الدولة نشئة وبتعاني من مشاكل كبيرة وكتيرة جدا ومتشعبة وصراعات داخلية وخارجية ده غير إن انت وقتها كان أمامك خطرين المهول والصليبيين فحتى مقومات النصر حاجات كتيرة منه ما كانتش عندك أصلا لكن على الرغم من كده إلا من النصر ده ما كانش حدا سعابر لما يتكرر بل ده كان مجرد بداية لسلسلة من الانتصارات اللي حققها الممليك على المغول فيما بعد وجرق ناس كتير للانضمام للممليك والتحالف معهم كمان ضيف على كل ده حدث تالت في رأيي إنه كان الأخطر ما بين كل الأسباب وقلب كل الموازين حرفيا وهو حدوث نزاع وصراع على الحكم في دولة المغول بين أحفاد جنكيس خان وتحديدا بين قبلاي وإيريك بوقا اللي كل واحد فيهم أعلن نفسه خانا أعظم للمغول ولأول مرة في تاريخ المغول نلاقي اتنين كل واحد فيهم بيقول أنا الخان الأعظم للمغول وتبدأ من هنا الحرب الأهلية المغولية فساند هولاكو قبلاي أما بركة خان فشاف إن ده الوقت المناسب للتحرك في حملته والانقلاب الكبير اللي لازم يقوم بي فساند إيريك بوقا ووقف ضد هولاكو فاتحولت الحرب دي ما بين شخصين من أبناء الأسرة الحاكمة لحرب أهلية شرسة جدا بين الأسرة الحاكمة كلها فالظروف هنا بدأت تتهيأ لباركة خان عشان يقوم بحربه ضد هولاكو خان أسباب الحرب بين باركة خان وهولاكو خان ومن هنا بدأت الحرب بين باركة خان وهولاكو خان تقترب جدا والاتنين كانوا وقتها بيكنوا العداء لبعض باركة خان يكن العداء لهولاكو بسبب اللي فعله مع المسلمين والخليفة العباسي وهولاكو يكن العداء لباركة خان بسبب تكبره عليه ومعاملته السيئة لي وذكر ده رشيد الدين الهمزاني في كتابه جامع التواريخ وقال ولما كان باتو قد بعث في صحبة ممكو خان إلى قاعدة الملك في قرقرن ليجلسوه على العرش بين كبار أسرته وظل ملازم للقاءان مدة فإنه قد اعتز بذلك وكان يرسل الرسل على التوالي إلى كل جانب كما أخذ يتحكم في كل أمر فكان هولاكو يتحمى ذلك على اعتبار أنه أخوه الأكبر ولكن بعد موت اثنين من أقارب باركة خان ظهر الحقد والشقاق بينهما وكان تزايد يوما فيوما وفي نهاية الأمر قال هولاكو ولو أنه كبير الأسرة وسيدها إلا أنه لا يرعى الحياء والخجل ويخاطبني بتهديد وعنف وإني لن أحابيه بعد هذا فلما علم باركة خان بغضب هولاكو قال إنه قد دمر جميع مدن المسلمين وقضى على أسر ملوك الإسلام جميعهم ولم يميز بين الصديق والعدو وأعدم الخليفة دون مشورة كبار الأسرة فلو أمدني الله تعالى لطالبته بدماء الأبرياء وهنا يتضح من خلال هذا الكلام الواضح والصريح الأسباب الرئيسية للحرب اللي حصلت بينهم واللي ذكرها رشيد الدين الهمزاني بشكل واضح على اللسان كل واحد فيهم فرشيد الدين الهمزاني بعض المؤرخين اعتبروه واحد من أهم الشخصيات في بلاد فارس خلال الحكم المغولي اللي لم يكن الأهم بسبب القيمة التاريخية لكتابه اللي سألت فيه كتير من التفاصيل اللي صعب إنك تلاقيها عند غيره من المؤرخين لوجوده داخل البلاط المغولي نفسه من جهة ومن جهة أخرى لمعصرته لكتير من الأحداث اللي حكى عنها فهو مولود سنة 1247 ميلاديا يعني قبل عينجالوت وتوفي سنة 1318 يعني بعد وفاة الظاهر بيبرص بحوالي 45 سنة وتولى منصب الوزارة في الدولة الإلخانية وأصبح الوزير الأعظم في عهد محمود غزان والكلام صراحة عن رشيد الدين الهمزاني وقيمة كتابه التاريخية وشرح تفاصيله يطول جدا واللي بيؤكد نفس الأسباب مش بس الهمزاني بل يكاد يكون في شبه إجماع من المصادر التاريخية من المسلمين زي شمس الدين الزهبي وغيره بل وحتى من المستشرقين الأوروبيين نفسهم على أن هي دي الأسباب الرئيسية للمواجهة بين بركة خان وهلاكو وكل واحد من الاثنين من الوقت ده بدأ زي ما بنقول كده يتلكك للتاني ويستفزه يعني هم الاثنين عاوزين يحربوا بعض بس كل واحد منهم مش عايز يظهر بمظهر المعتدي أمام أتباعه فمرة يعترض بركة خان على عدم إرسال الغنائم اللي كانت بترسل لبيت باته عشان يستفزه هلاكو ومره هلاكو يقتل بعض التجار والعساكر والرسل التابعين لبركة خان بحجة أنهم بيمرسوا السحر وعلى رأسهم واحد اسمه توطار أغلام وده كان يبقى أحد القاضة التابعين لبركة خان أما آخر سبب للحرب هو ضم هلاكو لأران وأزربيجان إلى البلاد التابعة له في حين أنها في الأصل تابعة لجوجي خان ومن بعده لابنه بركة خان فأصبحت الدولة الإلخانية اللي أسسها هلاكو مش بس ملاصقة للقبيلة الزهبية بل ضمت الدولة الإلخانية جزء من أملاك القبيلة الزهبية فأصبحت في ظل الظروف دي كل دولة منهم خطر على الأخرى لكن على الرغم من كل ده إلا أن الحرب الحقيقية لم تشتعد إلا لما بركة خان حرد إيريك بوقة لإعلان نفسه خانا أعظم للمغول أمام قبيلاي اللي هو كمان أعلن نفسه خانا أعظم للمغول وساند هنا بركة خان إيريك بوقة أم هلاكو فساند قبيلاي وهنا أصبحت الحرب بينهم حتمية وليأسبابها المقنعة أمام الجميع بس إيه بقى اللي حصل بعد كده وإيه دور الظاهر بيبرص في الموضوع ده وهل شارك مع بركة خان في الحرب دي ولا لا وهل كان في أطراف أخرى في الحرب دي كل ده أكتر هنعرفه مع بعض في الحلقات الجاية بإذن الله والخلاصة يا صديقي العزيز بركة خان كان شخص استثنائي في وقت ساد فيه الخنوع والضعف وعدد أوليي الأوي هو اللي بيقوم وبيكون قد الموقف والمسئولية ولولا هؤلاء لما كان لنا شيء لنفتخر به بركة خان كان زكي وعرف بالضبط هو بيعمل إيه وشيء من الغباء إنك تشتبك مع عدو إنت مش قده دلوقتي في حين إنك لو صبرت شوية وهيأت الظروف واستعدت كويس لهذه المواجهة هيكون النصر حليفك بإذن الله لما تتصرف صح وتاخد بالأسباب وموقف كوتوز وبيبرس بالمناسبة مختلف اختلاف كبير عن موقف بركة خان هم كانوا مجبارين على اتخاذ القرار في وقت معين إما بالخضوع أو المواجهة لأن المغول كانوا في طريقهم لمصر خلاص ومفيش عندهم رفاهية الوقت عكس بركة خان اللي كان وضعه مختلف عنهم على الرغم من إسلامه فهم أخذوا أفضل قرار يناسب مع وضعهم فهم أخذوا أفضل قرار يتناسب مع وضعهم في الوقت ده وهو كمان اتخذ أفضل قرار طبقا للظروف المحيطة بيك وكلهم في النهاية مجاهدين مكتهدين دفعوا عن الإسلام والمسلمين ووجهوا نفس العدو الشرس فأصبحوا من عظماء التاريخ وإنت نفس الكلام اتخذ قراراتك بناء على ظروفك والظروف المحيطة بيك ولا تتعجل يا صديقي فأحيانا قد تكون العجلة سبب في خسائر فادحة فبدلا من جني الثمار قد يكون قرار بالانتحار والتاريخ في كتير من العبر فقط لمن يعتبر ومعدنا دلوقتي مع سؤال الحلقة بركة خان وجهه ثلاث تحديات أمام محربته الهولاكو خان ذكرتهم لك في حلقة النهاردة في رأيك بقى ايه كان أصعب تحدي في التلاتة منتظر رأيكم في التعليقات تحت وفي النهاية ازاي تكون من عشاء التاريخ ولسه الحد دلوقتي مش مشترك معنا في القناة انزل اشترك بسرعة وادعمنا بلايك وفعل الجرس اشترك دائما معنا في كل جديد وتقدر دلوقتي تدعمنا في نشر التاريخ الصحيح والرد على شبابات تاريخ الاسلامي على وجه الخصوص من خلال انتساب لقناة او طرهم مسبتة في اول تعليق ما تنساش تضص رصة على المصادر واشوفكم على خير في الفيديو الجاي على ارض التاريخ تاريخستان السلام عليكم اشتركوا في القناة